فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وعن مجاهد أبي الأسود قال كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة وهذا سبق في شروط عمر رب الله عنه أنهم لا يضربوا نواقيسهم ليس معناه المنع من أنهم يضربون النواقيس عند حضور صلواتهم ولكن لا يضربوها بصورة قوية بحيث تخرجوا أصواتها عن محيط كنائسهم وإنما يستعملونها فيما بينهم